يقول لك كده حضرتك شايف كم الجميل يقول لأنه لاقى آية عشرة أصحاها اتنين آية نفس الأصحاها لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل هنا بتكلم عن الله الآب وهو آت مش بعبيد وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم خلاصهم بالآلام يعني المسيح أكمل العمل بالآلام وأكمل العمل على الصليب وبأي الله عن طريق عمل المسيح يحضرنا إلى السماء ليس عبيد لكن أبناء كثيرين إلى المجد والأبناء يقول في فرصة الرومي أنهم يكونون مشابهين صورة ابنه الله من كتر إعجابه ومحبته لابنه عايز يملى بيته مش من ملاكة ولا من عبيد لكن من أشخاص مشابهين صورة المسيح نحن الأبناء فالله لاقى به عشان يجبنا إلى المجد كأبناء أن المسيح يكمل مشوار الطاعة يكمل مشوار الطاعة إلى الصليب وبالتالي حصلنا نحن الخطاه على البنوية مين كان يسد أني أنا أبقى واحد من أولاد الله أما كل الذين قبلوه في محن واحد أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله المسيحية بتنادي أني الخاطئ الشرير عن طريق عمل المسيح الكامل يكمل رئيس خلاصهم بالله يستطيع أن يصبح واحد من أولاد الله لكن يكمل يقول في نفس الجزئية دي يقول لأن المقدس لأن المقدس والمقدسين مين المقدس؟ ده المسيح ومين المقدسين؟ دول المؤمنين بالمسيح جميعهم من واحد ولما رجعنا لأصل كلمة واحد دي لأنها من صنف واحد المقدس اللي هو المسيح وأنا أنا يعني حاجة لا يصدق العقل أنا والمسيح بقينا من صنف واحد لأنه كثاني ببره فلأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد فلهذا الثبب لأننا من صنف واحد بس هو هو اللي دينا البر بتاعه وإحنا في زواتنا خضاء ومساكين فلهذا الثبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا وروح يستشهد بمزمور 22 اللي بتكلم عن الصليب واللي بيبدأ بإلهي إلهي اللي ماذا تركتني واللي فيه الآية المشهورة ثقب ويدي ورقلية يستشهد بمزمور 22 آية 22 يقول لا يستحى أن يدعوهم إخوة قائلا أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك في مزمور 22 أخبر باسمك إخوتي في وسط الجماعة كان لسه إعلان الكنيسة في ألف في وسط الجماعة في عبر الرانين فصلها الجماعة دي هي الكنيسة أخبر باسمك إخوتي فكن حذرتك بعد القيامة أقولي لإخوتي يا سلام على العظم يا سلام على النعمة أن الله المسيح تجسد لكي نتمتع نحن الخطاح بالبنوية أنت مش مكسوف أنك تدعونا إخوتك لا يستحي أن يدعوهم إخوة واللي يتعليق في الحتة دي بس حذرتك لو عايز تقول حاجة لا تفضل أخوات يوسف راحوا أرض مصر ويوسف عرفهم بنفسه وقال لهم روحوا أدهم عقلات وقابوا أبوهم يعقوب وإخوات يوسف حذرتك كانوا شغالين رعاة غنم والكتاب في السفر التكويني قول كل راعي غنم رجس عند المصريين حذرتك حارف أن يوسف كان الرجل الثاني في مصر يعني فرعون إداله الخاتم بتاعه وسماه صفنة فعنيخ يعني مخلص العالم ويوسف كان شخصية عظيمة جدا 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 كل راعي غنم رجس عند المصريين يعني المصريين كانوا يعتبروا يعتبروا رعاة الغنم دولة حاجة إيه حاجة ركسة حاجة مش نظيفة فيوسف يقولهم لما تدخلوا الفرعون وسألكم ما هي صناعتكم حسك عينك يا واد انت وهو أوعى تقولوا ان احنا رعاة غنم بلاش تكسفوني تخيل لا قال لهم إذا سألكم فرعون ما هي صناعتكم تقولون عبيدك رعاة غنم طب بعد كده يقول لأن كل راعي غنم رجس عند المصريين يعني المفروض يقول ايه المفروض أوعى تقول ان انتو رعاة غنم قولوا بنزرع قولوا بنعمل قولوا نجرين قولوا حد أوعى حد منكم يقول لا قال دول أخواتي وانا مش مكسوف ان اقول دول أخواتي بس دولا رعاة غنم بس كل راعي غنم رجس قال برضو انا اتشرف بيهم يا يسوع ده احنا شوات خطاومة سكين ولينا ماضي مشين بس انا قدستكم وانا انا سيداني دول ما احد ينزل وانا مش مكسوف اني اتشرف بيكم وقول لأن المقدس والمقدسين جميعهم من صنف واحد فلهذا السبب لا يستحي ان يدعوهم اخوة قائلا وروح يستشهد شاف الكتاب حلو ازاي بيستشهد العهد القديم وعهد الجديد قائلا اخبر باسمك اذا هو مزمورة 22 يتكلم عنك قال اه هو دوت حدي ساقب ايدي ورجليه لا اخبر باسمك اخوتي في المزمور في وسط الجماعة هنا في وسط الكنيسة فلكي نتمتع نحن الخطاه بالبنوية لقد دلوقتي ثلاث أسباب نعم لكي يعيز سلطان الإنسان المفقود بسبب الخطيئة لكي يتمم الفداء والبدلية لكي يكون هو الفادي ودرق قليلا عن الملائكة لكنه انجاز عظيم جدا وتمم الفداء فهو أعظم من الملائكة رغم أنه في ردبة إنسان والإنسان أقل من الملائكة في ردبة لكن المسيح أعظم من الملائكة لأنه تمم الفداء والبدلية نمرة ثلاثة لكي نتمتع نحن الخطاه بالبنوية أنا وانت حليا أولاد لله عن طريق عمل المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر